السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مديد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مديد وبعض فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعض لا زلنا في هذه الظلال الوارفة في ظلال بيت سيد البشر مع زوجات النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لا زلنا نختبس من هذه الأنوار ونخطف من هذه الأزهار لا زلنا مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين والعيش في سير هؤلاء الفضليات عيش رغيد سعيد ينبغي الإنسان أن يتعرف على أمه هؤلاء أمهاتنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فلازم يا أخوانا نتعرف على سير هؤلاء ونحن لا نذكر ذلك للتسلية ولا لقتل الفراغ ولا لاجترار الماضي نحن نذكر ذلك لكي نترسم خطة هؤلاء ونشوف عمله إيه وكيف أنهن رضي الله عنهن برهن على صدق انتمائهم وولائهم لهذا الدين لقاؤنا اليوم إن شاء الله عز وجل مع أم جديدة من أمهات المؤمنين وهي من أقرب النساء نسبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي أكثر من أمهرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صداقة وهي رضي الله عنها التي تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي نائية الديار كانت رضي الله عنها مؤمنة قوية الإرادة ذات عقل رجيح ويقين متين رضي الله عنها وأرضاهن وقد نزل القرآن في حقها يتلى إلى يوم القيامة وهي من مهاجرات الحبشة وقد ثبتت في وجه الكفر والكفرة ولم يستطع أحد قط أن يؤثر عليها ولا على إيمانها ولا على إسلامها وقد نظمت في عقد أمهات المؤمنين وهي في أرض الحبشة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي في أرض الحبشة وهو في أرض المدينة ولها موقف مشهور معروف مع أبيها يدل وينم على صدق محبتها وانتمائها لهذا الدين ولرسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام إنها السيدة الشريفة أم المؤمنين السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاهن كانت أرض مكة تموج بالكفر موجة وتمور بالكفر مورا كان أهل مكة قاطبة يعبدون الأصنام خلى أربع رجال كان هؤلاء لا يعبدون هذه الأصنام لأنهم يرون بعين العقل أن هذه أحجار لا تضر ولا تنفع ولا تملك لنفسها ولا لغيرها شيئا وكانت العرب تعظم هذه الأصنام تعظيما شديدا كان هؤلاء الأربعة نفر هم الذين كما قلنا ما كانوا يعبدون هذه الأصنام وهم ورقة ابن نوفل وعثمان ابن الحويرث وزيد ابن عمر ابن نفير وعبيل الله ابن جعش أما هؤلاء الثلاء الأربعة فكما قلنا ما كانوا يعبدون هذه الأصنام وهذه الحجارة أما ورقة ابن نوفل فقد استحكم في النصرانية تنصر وأما عثمان ابن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم وتنصر وحسنت منزلته عند هذا الملك وهو قيصر فكان بعد ذلك يلقب بالبطريق وأما زيد ابن عمر ابن نفير فهو الوحيد الذي بقي على الحنيفية دين الخليل إبراهيم عليه السلام وما كان يأكل لا الميتة ولا الدم ولا الذبائح إلى غير ذلك وأما عبيد الله ابن جعش فقد تزوج بأم حبيبة وكانت إحدى عاقلات قريش وكانت ذا سطة ورجاحة عقل فيها لم يمضي زمن طويل حتى بزغ نور الإسلام وأسلم عبيد الله ابن جعش وزوجه السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وأسلمت في أوائر من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكن أبا سفيان بصلفه وقسوته وشدته وغلظته كيف تسلم ابنته فجاء وجعا يعنفها ويغلظ لها في القول وقد لحقها ما لحق المستضعفين من أهل مكة من هذه القسوة وهذه الغلظة وهذا التعذيب الذي لحق المسلمين من المستضعفين كانت كما قلنا صاحبة عقل كبير ورجاحة عظيمة وجزالة في الرأي وجعل أبو سفيان والدها يثنيها عن هذا الدين جعل يثنيها عن هذا الدين وهو يتحدث معها برفق لكي يستخرجها من هذا الدين الجديد الذي لحقت به فما كان منها إلا أنها ثبتت على موقفها وكما قلنا لحقها ما لحق المسلمون من هذا الأذى فما كان منها ومن زوجها إلا أن هاجروا مع من هاجر إلى أرض الحبشة وهاجر عبد الله أو عبيد الله ابن جحش هاجر عبيد الله مع زوجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وكانت حاملاً لم تمكث طويلاً حتى وضعت حملها وهي هذه البنية الرقيقة حبيبة وضعت حبيبة في أرض الحبشة فكنيت بها واشتهر ذكرها بهذه الكنية صعب ذلك على أبي سفيان وعلى جماعة المشركين عمتاً كيف أن ابنة هذا الرجل تلحق بهذه البلاد وتدخل في هذا الدين وكان المسلمون في أرض الحبشة يتبادلون الزيارات ويتبادلون ما كان في أرض مكة من الطواف بالبيت وهذا الذي كان قبل أن يبزغ نور الإسلام على هذه القلوب رأت ذات ليلة أم حبيبة رضي الله عنها رؤيا أقضت مضجعها رأت زوجها عبيد الله بن جحش بأسوأ صورة تكون ففازعت لذلك وتغيرت لذلك وتغير حالها على إثر هذه الرؤية فقال لما قصت هذه الرؤية على زوجها عبيد الله بن جحش فقال لها يا أم حبيبة أني قد نظرت في هذا الدين اللي هو الإسلام يعني فلم أرى دينا خيرا من النصرانية وكنت قد دنت به قبل الإسلام ثم دخلت في دين محمد عليه الصلاة والسلام ثم رجعت مرة أخرى إلى النصرانية والله خير لك تخير أن هذا الرجل تنصر عبيد الله بن جحش زود أم حبيبة تنصر ولحق بالنصرانية بل بدأ يدعو أم حبيبة إلى هذه النصرانية وبدأ يكون له حفظ في هذا الدين مما كان منها إلا أنها رفضت ذلك رفضا شديدا بل وأخذت قرارا حاسما في حياتها وهو أنها لا تصلح أن تكون تحت هذا الرجل إذن فهو الفراق واتخذت أم حبيبة هذا القرار الحاسم أنها لا تصلح أن تكون تحت هذا الرجل الذي هو فارق دين الإسلام ولحق بهذه الملة وهي ملة النصرانية جعل عبيد الله بن جحش يشرب الخمر وما كان يفيق من شربها واستهوته خمر الحبشة راح يلعب من ديدانها حتى ما كان كما قلنا ما كان يفيق مكثت أم حبيبة رضي الله عنه في هذه البلاد النائية وحيدة وهي تندب حظها رضي الله عنها فقد مات زوجها عبيد الله بن جحش على هذا الدين مات ثملا مات وهو على هذه الملة وكان مسرفا في شرب الخبر وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وهو بالمدينة أن أم حبيبة أصبحت وهي مسلمة ومرأة عاقلة ومرأة دينة ومحافظة على دينها بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يطلب في أثرها وبلغه أن زوجها عبيد الله بن جحش هذا مات على الكفر بعدما تنصر وكانت أم حبيبة رضي الله عنها امرأة أمرأة عظيمة وهي تصلح أن تكون أما للمؤمنين وأن تدخل تحت في هذا العقد الشريف عقد أمهات المؤمنين رضي الله عنها وكانت أم حبيبة رضي الله عنها قد اقتربت من سن الأربعين رضي الله عنها وأرضها فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان قد جهز رسولا وهو الصحبي الجليل عمر بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه لما علمت أم حبيبة فرحت لذلك فرحا شديدا عظيما أنها ستكون تحت النبي عليه الصلاة والسلام وستكون أما للمؤمنين أجمعين ونقلت هذه البشارة للسيدة أم حبيبة جاريا وكانت هذه الجارية كانت تحبها وكانت تقوم على بعض شؤون النجاشي رضي الله عنه ورحمه فزوج النجاشي النبي عليه الصلاة والسلام بالسيدة أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه لما جاءتها هذه البشارة من هذه الجارية ما كان من أم حبيبة إلا أن خلعت ما عليها من ذهب وعطتها وفاضت عليها من المال لأنها كما قلنا ألبستها سوارين من فضة لهذه الجليل لأنها بشرتها بهذه البشارة رضي الله عنها وأرضاه وخطب عمر بن أمية الضمري السيدة أم حبيبة للنبي عليه الصلاة والسلام وزوجها النجاشي رضي الله عنه وكان هذا بمحضر من جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا هناك في أرض الحبشة منهم جعفر بن أبي طالب وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من هذه الجارية إلا أنها أيضا أسلمت وبدأ الإسلام يدب ويدخل في قلبها حتى أسلمت وحسن إسلامها هذه الجارية التي بشرت أم حبيبة بأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتزوجها وأن يخطبها حسنت هذه الجارية وأسلمت وحسن إسلامها رضي الله عنها فبدأت توصي السيدة أم حبيبة بوساط واحدة وهي أنها تقولها إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلمي لي عليه وأقرئيه مني السلام فكانت كلما رأت أم حبيبة أوسطها بهذه الوساط إذا جئت النبي عليه الصلاة والسلام فبشريه أو فسلمي لي عليه فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه قال وعليها السلام لما جاءت أم حبيبة إلى أرض المدينة وحلت ونزلت على النبي عليه الصلاة والسلام ودخلت في بيته أخبرته بهذا الخبر أن هناك جارية في أرض الحبشة تقرئك السلام وهي التي بشرتني بالزواج منك يا رسول الله فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام وعليها السلام ورحمة الله وبركاته هكذا عاشت هذه الأم أم حبيبة رضي الله عنها هذه الحياة قبل أن تهاجر إلى الحبشة وهذه الحياة التي عاشتها في أرض الحبشة من ارتداد هذا الزوج وكيف أنها صبرت على هذا الأمر وصبرت كذلك على هذه التي عانتها وعاشتها في أرض الحبشة وكيف أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رفقا ورحمة وشفقة بها تزوجها وأرسل في أثر ذلك الصحابي الجليل عمر بن أمية الضمري رضي الله عنه والذي تولى زواجها هو النجاشي رضي الله عنه وأرضاه نستكمل إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة هذه السيرة العطرة الزكية الزكية لهذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين السيدة أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته